اشتركوا في القناة ودأبد وزارة الثروة الحيوانية في تطوير هذه المزرعة التي بنيت على مساحة 1500 هكتار ويستبل يضم اكثر من 150 بقرة حلوب من مختلف رؤوس الابقار الشادية اضافة ان هذه الابقار تنتج يوميا ما يعدل 10 الى 15 لترا من الالبان في اليوم ومن خلال حبه للوطن وحرسه الشديد لتطوير الثروة الحيوانية في شات اطلق فخام الرئيس الجمهوري ادريس ديبي اتنو على هذا المشروع مجمع مندلي الصناعي للالبان ومشتقاتها عن صناعة الجبن والزبدة والحليب المبستر وغيرهم منشتقات الالبان المجمع يضم اضافة لاستبل احسن رؤوس الابقار الشادية مزرعة للأعلاف تضم اكثر من 10 بئر ارتوازية بهدف خلق زراعة محورية حديثة وهذه المكينات المحورية تسقي مساحة اكثر من 1000 هكتار بقدرة انتاجية عادل 160 متر مكعب من المياه في الساعة والهدب من انتاج هذه الاعلاف هو توزيهها ايضا الى المراعي المجاورة لمدينة مندلية الواقع على بوض 40 كم من العاصمة انجمينة وبعد الشروح والزيارة الميدانية التفقدية تعرف فخامته على سير العمل من خلال شروح الفنيين في الاستبل الجديد والاستبل القديم ومكينات الزراعة المحورية وغيرها منسق المشروع الدكتور محمد حامد محمد قال ان هذه المزرعة تكون نموزجا امسا لتطوير ثروتنا الحيوانية ومن ثم ان المزرعة تنتج الاعلاف ويتم توزيعها الى مختلف المراعي والرعاء كي يتسنى لهم توفير اللبن الى المجمع الدارين ننتج بين 25 ألف و50 ألف لتر بتاع حليب في اليوم الواحد لذا عندنا ابقار مجودة تجي 500 بقرة هنا وتقريبا 2000 في الضواحي تسمح لنا نلقو الكمية دي يوميا فالحليب ده بكون مستخلص نظيف الاستهلاك المحلي ومنه يكون جبنة وياورت وكل شيء كل مشتقات الحليب دي ان شاء الله سنصنعها هنا بعد شهور جودة الاكل البقر تنتيك حليب كويس في شندات ستشوف المجمعات دي وكلها شيء قاعدين خاص لأكل الأبقار بس ما يعني صاح الأكل يعني البقرة لما تاكل كويس تنتيك حليب كمية كويسة وفي بياطرة قاعدين متابعين الصحة وفي اخصائيين في الزراعة قاعدين تتبع لنا المشاريع دي كلها عشان الكمية اللازمة ما نكون زي الأبقارة التانية يعني في الخريف هم السمان وفي الصيف خلاص بطل فالمساحة تي كلها كديرين نغطيها بالانتاج الزراعي لننتجوهن أننا في المحلة لمنطقة منتلية الزيارة التفقدية التي قام بها فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو تكللت بالنجاح وما تبقى لوزارة السروة الحيوانية والعملين في المجمع والشركة المنفزة المعروفة باسم موري للاستثمار إلا تأكيد ما وضعته من خطط ودراسات هذا المجمع والذي سوف يكون انطلاقة إلى تطوير ثرواتنا الحيوانية ونتفي ذاتيا منها ومن ثم تصديرها إلى دول الجوار اشتركوا في القناة